اشتركوا في القناة وبالذات إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما الأعصاب تضعف التوقعات تزداد بر الوالدين مؤثر البر بالأرحم الخالة التي لا تنفعك لا في دينك ولا دنياك تبرها كما تتصور يعني هذا مهم العامل الثاني الدعاء واحد دائما يجب أن يطلب من الله سبحانه أطلب دائما في حالة طلب واحد يجب أن يكون يأخذ من الله ويطالب بالمزيد العامل الثالث نصرة الإخوة المؤمنين من أراد أن لا يخذله الله يجب أن لا يخذل إخوانه المؤمنين العامل الرابع كان يذهب إذا ما متوضي يروح يتوضى ويجلس مستقبل القبلة على نحو هيئة التشهد ثم يكتب الرواية خامسا صلاة الليل بعض الأفراد يقولون إنه ما وصل شخص إلى مقام من المقامات الدينية إلا على أثر تهجده التهجد جدا مهم ولو واحد قبل أذان الفجر يقوم بخمس دقائق ويصلي ثلاث ركعات أو يصلي ركع واحدة العامل السادس صلاة أول الوقت جدا مهمة في التوفيق أول الوقت صلوا العامل السابع الارتباط بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبأئمة أهل البيت وخاصة بخاتمهم الإمام الحج المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه جدا مهم من له ارتباط غير ما من ليس له ارتباط اللي يقرأ أيام الجمع دعاء الندبة غير اللي ما يقرأ أصلا ما ملتفئت أصلا ما ملتفئت أصلا ما ملتفئت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر